ومن الموضوعات اللي شغلت الناس جدا على السوشل ميديا الأيام اللي فاتت كان المتحاور الجديد لفيروس كورونا وده بعد انتشاره في أكتر من خمسين دولة منهم الصين وأمريكا واليابان وفرنسا وكمان أسبانيا منظمة الصحة العالمية وصفت المتحاور الجديد بأنه مثير للاهتمام نتيجة طبعا لسرعة انتشاره وقلت أنه من أهم أعراضه إلتهاب الحلق سيلان الأنف السعال ألام الجسم وألام العضلات وارتفاع في درجات الحرارة ونصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة الحضر واتخاذ الإجراءات الوقائية ولكنها في الوقت نفسه تمنت الناس وقالت أنه مش بنفس خطورة فيروس كورونا وأنه فيروس مش فتاك